كل حديث كله على الاصابة اللي تعرض لها لعب امين حريط وشكل يمكن يعوض اه انا قلت يعني التعوض ما غايكون شي بنا انا على اه كي اسمي اه ما تنظنش بنا اقلب على شنو احسن للعاب انا ماشي بهذا المنطق في اعتقدي انا عنده مجموعة من اللاعبين ما غايقولش شكل واحد شكل حسن في هادو واش لا واش اه لا يحالي عنده فيها خمسة وخمسين حنا تنعرفوه في شي ثلاثة وضا ربعا يتنعرفوه لكني لا يحالي فيها خمسة ديال اللاعبه اه ما غايبنيش على بأنه هادا خير مهادا لا غايقول اودي بي ان الطريقة باش غادي اللاعب المباريات يعني اه شكل يمكن يصلح ليا واش بالهنداء واش راحيمي واش مي يواش واش داك اللاعب اللي عنده غادي بني ما غايقول شي بأنه لا هدا مسانده الجمهور ولا هدا متى فيتلوه لعب معنا الاقصائيات وكانش جل هاد الاعتبارات يظهر ليه الان ما 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 بقاش داخله لانه احنا الان عارفين انه لعبين مع 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 كرواتيا عارفين اللاعبين مع بلجيكا عارفين اللاعبين مع كندا وعارفين حتى اللا تأهلنا مع من غادي اللاعبه بمانا انه انختيارت غا تكون بنية على واحد كمدار هو بنسان تسبب هذا الاختيارات وبناهم على واحد منظومة ديال اللاعب اللي غBroي يعتمد عليها ما غير دير شاي واحد صعود ديال المهاجمين غير هاك من وانه شاف بأنه القوة ديال الفارق ممكن تكون في الخط الامامي أكتر من 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 خط الدفاعي ويمكن أنتي عنده واحد اليمان بأنه لاعبين ديالنا عندهم عمكانة باش يمكن لهم Bernie تعاملوا لتخلف يأ Iraqi لاعب فى خطهم أمام الدمار بالأمام ممتازن على مستوى British من معنى ان لعبين يخافوا لعب على المدافعين أو ما يطام لعبين في المستوى عالية في الخط الأمامived بمعنى كيف؟ يعني انهو الفريق الخاص مولاي غيمتال الكورة وغنفرضو وغايو اللي مفروض عالمهاجمين دي ونولي مدافعين الى غايو اللي مدافعين بمعنى انهو الامكانية للدفاع غتكون قليلة لنادو لايبين مهاجمين ان لما تنشوف عنات زلزولي وتنشوف دحارت وزيش وبوفال والشاعر وأبو خلال ونصيري وشديره وحامد الله بمعنى انهو تنقول بانهو هاد لعبهم ولا يكونوا خدي خمسي في الميام الامتلاك ديال الكورة الى قد يشدوها غنخفو وعدزيد عليهم اللاعبين ديال الوسط غنضيف لهم مثلا اهونا حيص صابيري ما غنظرش على عملاحو على على مربط ولا يحيز ورادك وعندهم حيص دفاعي اذا اذا انت عندك هاد لعبين اذا باني على انهو انتا غتكون تتمتلك الكورة راه هذا ولا اذا اختاروا ولاعبين اللي غيمتلكوا الكورة اكتر من اللاعبين اللي غيمشي ويجيبوا الكورة لو انهو كانت يشوف بانهو البناء ديال الفريق غنبني على اللاعبين اللي غادي يدفعو اشنو كان خصو يدير كان خصوً ينقص من اللاعبين ديال الهجوم ويجيب اللاعبين عندهم حيص دفاعي ولاحس واسطة الميدان دفاعي ما عدي لا ما لقاش في الساحة بلوا بانهو اللهمو اندي المهاجمين غال لعبه كاملين ولكن نتيبه ليه بأنه المدرب بني على أنه خاصة نتركه الكورة. ما شي غال ندفع لنا اللي غال يدفع على الكورة اللي تبلينا عمله واسمته هو وامربط ما غال يدفع شي معهم حتى يحيش براينا لا يدخل هذا ما يدخلش هذا. إذن هادو جوج مشي هم اللي غال يتحملوا المقابلة اللي يتحملوا المقابلة هم اللاعبين الآخرين كايتحمله خاصة يمتركوا الكورة. ما شي اللي غال يمشي يعني يدفعوا حتى ما عنده مشي الحس الدفاعي. ما هادو ماشي لعبين اللي غاد يمشي زلزو لا يمقى يتاكله ولا آآ بوفر غا يمقى يتاكله غا يمكنه يدفع ولكن احتلين غا يمشي غير يعون ولكن يمكنه يجد الكورة. إذن حاريت إلا غال ضفل شي واحد بحال بحال شك ديال حاريت غايبي يلبي أنه غال نعتمدوا على الحس الهجومي. إلا حيد حاريت الحاريتة بتحيد. إلا دخل شي واحد أخر من غير لاعب اللي في بلاست حاريت ودخله في الواسط. إذن كان عنده إشكال على الخطلق أمامي كان خاصه يدي أكبر لاعبين لأنه يستحقوا يمشيوا وكان صعيب أنه يحسم ومقيم. يمكن تيبلو بأنه إلا جاء على وليد يبقى في ديناماء كرشان ندي معي يا حتى رحمي وندي معي مي وندي معي القعل العبل اللي عندهم الحس الهجومي لكن غالب الله صارت سعود ما يمكنش ندي حداش المهاجب على كل حال سنواصل للحديث خد إن شاء الله شكرا